أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة عناصر على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران في الغارات الجوية الإسرائيلية فجر اليوم والتي استهدفت مزرعة في منطقة السيدة زينب قرب المدرسة المهنية وإدارة الحرب الإلكترونية جنوب دمشق أضف المرصد أن الغارات الإسرائيلية طالت موقعا كان قد أخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية أخرى أضف المرصد أن إيرانيا وعراقيا وثالثا مجهول الهوية هم قتل الغارات الإسرائيلية بينما كشفت مواقع إيرانية عن مقتل مستشار في الحرس الثوري بالضربات الإسرائيلية قال وزير الخارجية ديفيد كاميرين لصحيفة النهار اللبنانية أن الأولوية الآن تكمن بوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل والبحث عن البديل لذلك أكد كاميرون بأن هناك بديل جيد يتضمن تطبيق القرار 1701 وهذا يعني أن ينقل حزب الله قوته إلى شمال نهر الليطاني والترسيم الصحيح للخط الأزرق على الحدود مشيرا أنه يعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن حزب الله لا يريد تصعيد الحرب ولا حتى إسرائيل تريد التصعيد داعيا الجيش اللبناني إلى اللعب دور أكبر في جنوب لبنان ومع إبعاد حزب الله عن المنطقة أضاف كاميرون أن المنطقة بحاجة لاستقرار أكبر مع إبعاد حزب الله عن الحدود أما فيما يتعلق بالشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة الفلسطينية فأشار كاميرون أنه على الدول العربية والدول التي تمتلك دورا فعالا ويمكنها المساعدة أن تجتمع وتبحث كيفية خلق دافع نحو هذا الحل أضاف أن إسرائيل لا تريد أن يكون للدولة الفلسطينية جيش كبير ولا تحالفات مع دول مثل إيران هذا وتسعى دول غربية بينها المملكة المتحدة لإيجاد حل عملي للعنف الدائر على الحدود اللبنانية من خلال التطبيق الكامل للقرار 1701 وفق ما نقلته وكالات أيف بي عن ديبلوماسي غربي حضرة من وجود خطر متزايد للتصعيد من جانب إسرائيل لأسباب سياسية داخلية بينما حزب الله لا يريد الحرب قال المسؤول في حزب الله نبي الله قووك أن حزب الله كثف من عملياته ردا على التصعيد الإسرائيلي من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي حنة صالح أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث أبدأ معك من هذه التصريحات لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث أن لا حزب الله ولا إسرائيل يريد التصعيد ولكن كيف يمكن تجنب هذا التصعيد مع تصاعد التوتر على الحدود التصريحات التي أدل بها كاميرون في بيروت بالغة الأهمية لكن الحقيقة أن هناك قرار إسرائيلي بحرب ضد لبنان والقرار الإسرائيلي المتخذ والذي يتحين قادة إسرائيل الظرف المناسب لتنفيذه هو يخدم المصالح الشخصية لناثانياه لإطالة الحرب لإطالة بقائه في السلطة أيضا يخدم المستوى السياسي الحاكم في إسرائيل الذي ينطلق من أهمية الوفاء إذا صح التعبير للإسرائيليين الذين أجلوا من مستوطنات الشمال أما المستوى العسكري الإسرائيلي فيعتقد أن الضربة العسكرية ضد لبنان مهمة جدا لإعادة الهيبة لإسرائيل لإعادة الردع للجيش الإسرائيلي وهو الأمر الذي فقده بعد 7 أكتوب